النهاردة عندنا حدث مهم جداً كلنا مستنيين وناس كتير جداً في العالم كله بتنتظر هذا الحدث وهو الافتتاح التجريب الجزئي للمتحف المصري الكبير المتحف ده مش بس الأكبر في مصر ده كمان أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة بيجسد تحفة معمارية وثقافية عالمية وكمان بيعتبر هدية مصر الحضارية للعالم كله في القرن الواحد وعشرين أكيد الافتتاح التجريبي ده مش مجرد افتتاح عادي ده حاجة كبيرة وعمل مهم في مجال الحفاظ على التراث المتحف مقام على مساحة ضخمة جداً 117 فدان وبيضم ألاف القطع الأثرية الندرة ده غير إن فيه مناطق تجارية وتجهيزات بأحدث التكنولوجيا وده بيخليه وجهة سياحية وثقافية مميزة جداً كمان وزارة الأثار والسياحة حرست على تجهيز المتحف ده بأحدث التقنيات سواء بقى في الإضاءة أو في الفيترين بتاعة العرض علشان تضمن تجربة مميزة وفريدة للزوار وده طبعاً جنب تقديم العديد من الخدمات اللي بتسهل على السياح والزائرين إنهم يستمتعوا برحلتهم جوة الصرح التاريخي ده طبعاً وهم حاجة كمان يا منا في الافتتاح التجريبي ده إنه بيركز على قاعات العرض الرئيسية اللي هتاخد الزوار كمان في رحلة عبر تاريخ مصر زي ما بنقول من عصر ما قبل الأسرات لحد العصور اليونانية ورومانية كمان التجربة دي بتتيح للمسؤولين إنهم يختبروا فعالية القاعات وكمان يعرفوا إذا كان فيه أي مشاكل قبل الافتتاح الرسمي ده غير إن المتحف كمان هيكون نقطة انطلاق لرحلات سياحية تانية يعني السائح اللي هيجي للمتحف هيتشجع أن يزور هرمات الجيزة وسقارة وغيرها من الأماكن السياحية المهمة اللي حوالين المتحف وده بكل تأكيد هينعش المنطقة بأكمله من أهم الحاجات اللي بتميز المتحف ده عرض كنوز الملك تتعانخ أمون كاملة والأول مرة وده عندنا فيها نقدر نقول أكتر من خمس تلاف قطعة ندرة بتجتمع لأول مرة في مكان واحد منذ وقت اكتشاف المقبرة طبعا منها بقى القناعة الدهبي وكرسي العرش اللي حيكونوا موجودين ومعروضين في قاعتين مخصصتين ليهم هم بس وده حيخلي العرض ده حاجة مش موجودة في أي مكان تاني كمان ما ننساش إن المتحف الخاص بمراكب الملك خوفو الجنائزية اللي تم إنشاؤه عشان يتعرض المراكب دي فيها بطريقة جديدة باستخدام أحدث التكنولوجيا المتحف هيقدم تجربة فريدة للمركب الأولى والتانية وده حيعز مكانة متحف مراكب خوفو كواحد من أفضل المتاحف النوعية في العالم بالمناسبة الموضوع مش سهل يعني الموضوع كان صعب جدا وفي تحديات كتيرة وجد فريق العمل في نقل بعض الأثار الضخمة زي القطع لوزنها أكتر من 40 طن متخيلين؟ كمان نقل المقاصير المذهبة الخاصة بتطعن خائمون وكمان نقل مركب خوفو من الهارة من المتحف بس الحمد لله بفضل مجودات الفريق تم نقل المركب الكبيرة كقطعة واحدة بنجاح لقاعات العرض في النهاية كده الفتاح التجريبي للمتحف المصري الكبير خطوة كبيرة بتضع مصر على خريطة السياحة العالمية بشكل أقوى المتحف ده شهادة على عظمة الحضارة المصرية وكمان تأكيد على المهندس والمعماري المصري وقدرته في العصر الحديث واللي قدر أنه هو يوصل الماضي بالحاضر عشان نقدر فعلا ناخد خطوات ضخمة ناحية المستقبل ومستنين طبعا الافتتاح الكامل اللي هيكون بإذن الله كعدتنا بجد حاجة تليق بمكانة مصر التاريخية احنا على مدار الحلقة النهاردة هنتكلم في الموضوع ده أكتر فيه فقرة مميزة مرة تانية بنصبح على حضراتكم صباحكم زي الفل صباح الخير يا مصر